بعد أسبوع من التفجير في قلب اسطنبول والذي أسقط قتلى وجرحى كشفت أنقرة عن تورط حزب العمال الكردستاني المصنف إرهابيا بتنفيذه وأعلنت وزارة الدفاع التركية شن مقاتلاتها غارات في ساعة متأخرة من مساء السبت على معاقل تابعة لميليشيا حزب العمال وحلفائه شمالي العراق وسوريا وزارة الدفاع التركية نشرت الصور الأولى للغارات وأوضحت أن العملية التي سمتها المخلب السيف تهدف للقصاص لما وصفته بالهجوم الغادر في إشارة إلى انفجار اسطنبول الأخير وهو تأكيد لما صرح به الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عقب تفجير شارع الاستقلال من أنه سيقتص من المنفذين والمخططين له بعد ساعات من بدء عملية المخلب السيف الجوية أعلنت الدفاع التركية تدمير 89 موقعاً وتحييد عدد كبير من عناصر ميليشيا حزب العمال الكردساني شمالي سوريا والعراق ومن اللافت أن عدد النقاط المستهدفة شمالي العراق مطابق لعدد مصابي التفجير الإرهابي الذي وقع في شارع الاستقلال بمدينة الصنبول الأسبوع الفائت وبحسب وزارة الدفاع فإن هذه العملية تهدف لضمان أمن الحدود المشتركة مع العراق وسوريا ومنع أي هاجمات إرهابية تستهدف تركيا فضلاً عن اجتثاث تنظيمات مثل البككا المصنفة إرهابية والتي تستخدم مناطق شمالي سوريا والعراق قواعداً لاستهداف تركيا عبر ظروف وفرت لها التنسيق والتخطيط كما هو جار في سنجار بمحافظة نينوى ودعم ميليشيات الحشد للبككا مراقبون رجحوا أن تستمر العملية التركية الحالية إلى حين انطلاق العملية الكبرى المنتظرة في سوريا لتأمين الشريط الحدودي جنوب البلاب والبالغ طوله 911 كم من أي هجوم محتمل يستهدف تركيا سواء من ميليشيات بككا وبيدي وداعش أو حتى الميليشيات الداعمة لنظام الأسد فضلاً عن تأمين مناطق تمتد من ريف إدلب الشمالي غرباً مروراً بمنطقة عفرين تتيح عودة نحو مليون سوري لاجئ في تركيا خلال عام